أريد أقول فشيء للأسف أنا ما أريد تقوله بس أقوله الآن المتقاعدين القدامة وحتى على عموم المتقاعدين بس بشكل خاص المتقاعدين القدامة لا الدولة بكل سلطاتها إذا كانت التنفيذية وإذا كانت تشريعية الحكومة كلها للأسف خليها سدادات الأذان على أذانها ما تسمح صيحاتهم شوفي أحنا بالجمعية العراقية المتقاعدين وجبهة الدفاع عن حقوق المتقاعدين خلال شهرين ظهرنا أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب أربع تظاهرات مع كبر سنهم ويتقدمهم المعاقين اللي يصير على ساق واحدة ليش لأن الساق الأخرى مبتورة واللي معاني واللي مصاب بأمراض جمه جمه دي يوقفون حتى يناجدون ولا من مجيب ولا واحد سمحهم وين للعدالة؟ هذا عرفانا لهم لما قدموه بخدمة الوطن الغالي يعني مثلا على سبيل المثال لا يزعل أي واحد أذكر اسمه يعني مثلا طلع دولة رئيس الوزراء بأكثر من لقاء حتى لو بشكل بسيط لحقوق المتقاعدين ما يذكر الشبكة الحماية ويذكر كذا وكذا لكن المتقاعدين ما لهم حظوة للأسف يعني إلى متى؟ ومجلس النواب والجميع إلى متى سيد مردي اليوم المتقاعد يبقى سلعة أو مادة إعلانية للترويج عنه؟ إلى متى؟ فقط فقط بالإعلام يطلع النائب الفلاني ويطلع الوزير الفلاني ويطلع المسؤول الفلاني أنا أقول لك صريح العبارة وأقولها قدام الملأ لا السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا الكتلة السياسية أنصفت المتقاعدين القدامى اللي يسموهم القدامى وماكوهيتي وأضرب ليش مثال شوفوا التمييز اللي حصل يعني مثلا الشهيد اللي استشهد بالجيس السابق يأخذ عائلته تأخذ راتب المستفيد الوحيد يأخذ راتب خمسمائة ألف دينار بينما حاليا الشهيد اللي بضحايا الإرهاب يأخذ مليون ومتيين الورثة مالته هذا واحدة المعاق اللي يفقد جزء من جسمه بالجيس السابق يأخذ خمسمائة ألف دينار والمعاق أو الجريح اللي بضحايا الإرهاب وحاليا يأخذ مليون ومتيين زين يعني العسكريين القدامى أضرب ليش مثال واني هذا عشدها باعتباري رئيس جمعية العراقية للمتقاعدين هذه الجمعية مجازة رسميا وتمثل كل المتقاعدين بالعراق العسكري والمدني وقوال أمن الداخلي هذا عدنا عميد ركن صدقيني بدون مبالغة يأخذ راتب خمسمائة ألف دينار زين يعني راتب جندي في حين القرين مالته اللي يحال للتقاعد هزه يأخذ مليونين أوروبا أيوان العدالة زين أيضا المدنيين وقوال أمن الداخلي وإلى آخره كلهم دون